بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين قال تقسيم الكلمات إلى فعل واسم وحرف شرع المصنف مباشرة بتقسيم الكلمات إلى أقسامها الثلاثة المعروفة ولم يعرف ما هي الكلمة وما هو الكلام إذا لاحظتم أغلب الكتب النحوية عندما تبدأ بالناحو تعرف الكلمة وبعضها يعرف الكلام وأغلبها لعله يعرف الكلمة والكلام لكنه يبدأ بتعريف الكلمة مثلا في التحفة السنية بدأ بتعريف الكلام في قطر ندا بدأ بتعريف الكلمة المصنف ها هنا أشار إلى تعريف الكلمة إشارة لم يصرح وأشار إلى تعريف الكلام أيضا إشارة لم يصرح فنحن نعرف الكلمة والكلام بوفق ما أشار إليه المصنف جيد ما هي الكلمة وما هو الكلام الكلمة هي اللفظ المفرد اللفظ المفرد والبعض يقول الكلمة هي لفظ موضع لمعنى مفرد فالكلمة هي لفظ مفرد ما هو اللفظ؟ ما هو اللفظ وما هو المفرد؟ اللفظ هو الصوت المجتمل على بعض الحروف الهجائية كل صوت مجتمل على بعض الحروف الهجائية نسميه لفظا هذا الآن نقول ماذا؟ زيد هذا صوت صوت فيه حروف هجائية فيه حروف هجائية فنقول هذا لفظ جيد فالكلمة لفظ من الألفاظ ولابد أن تكون مفرده وإلا لم تكن كلمة مثالها زيد زيد لفظ مفرد لفظ مفرد فهو كلمة ما معنى مفرد؟ مفرد هذا اجعلوه في ذهنكم لأنه سوف يأتي في قطر الندى ما هو ما يخالفه لكن الذي سوف يذكره الآن هو الصحيح لا ما ذكره ابنه الشام في قطر الندى الكلمة هي ما يعرب بإعراب واحد في أفهم المفرد المفرد هو الذي يعرب بإعراب واحد في قبال ما يعرب بإعرابين يعني مثاله أقول جاء زيد جاء زيد زيد كلمة أو ليست بكلمة؟ نعم كلمة مفرد أو ليست بمفرد؟ مفرد لماذا؟ لأنه يعرب بإعراب وهو الرافع أما غلام زيد عبد الله غلام زيد وعبد الله نأتي إلى غلام نقول هذا يعرب على أنه مرفوع مبتدئ وزيد ماذا؟ يعرب على أنه مجرور مضاف إليه عبد الله عبد ماذا؟ مبتدئ مرفوع الله مضاف إليه مجرور فعبد الله وغلام زيد هذه لا تسمى كلمة وإنما هما كلمتان وإن دل عبد الله على معنى مفرد وهو هذا الرجل الخارجي إلا أنه يعرب بإعرابين فالمفرد هو ما يعرب بإعراب واحد والماذا؟ والمركب يعرب بإعرابين طبعا قصد من المركب هو المركب الإضافي لا أريد أن أدخل في هذه المسألة نعم فعلمنا ما المراد من الكلمات من هنا نعلم ركزوا على هذه المعلومة التي سوف يذكرها الآن لأنه كثيرا ما يقع فيها يقع البعض في توهم فيها وهي أن بحث النحوي عن الألفاظ يعني عن هذه الأصوات هذه الصوت النحو يبحث عن هذه الأصوات التي ماذا؟ التي تكون كلمة ولا يبحث عن الكتاب لا يبحث عن الكتاب فعندما أكتب زيد هذا ليس كلمة زيد المكتوبة ليست كلمة ولا يبحث النحوي عنها لا يبحث ولهذا تجدون أنه الكلمة تكتب بشكل وتلفظ بشكل آخر مثلا هذا 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 تكتب بهاء وذال وألث هاء وذال وألث هذا لكنها تلفظ بهاء ثم ألف ثم ذال ثم ألف تقول ها ذا هناك ألفان فالملاحظ هو ماذا؟ هو اللافظ اللافظ ولا يلاحظ ماذا؟ الكتابة وهناك أمثلة أخرى لا أريد عن أشتة المطلب فيها فدائما أجعلوا في ذهنكم كثير من الإشكالات التي تعرض للطالب على بعض المطالب النحوية أساسها أنه يتوهم أن بحث النحوي هو عن الكتابة هذا زيد حتى عندما يقول لك الأستاذ أعرب زيدا هذا المكتوب هو في الحقيقة يريد منك أن تعرب ماذا؟ لفظ زيد هذا المكتوب فقط هو كتابة تدل واذا؟ تدل على زيد الذي هو لفظ فكلامنا وبحثنا في المنحو هو عن الألفاظ جيد بهذا عرفنا ما المراد من الكلمة ما المراد من الكلام؟ باختصار نقول الكلام هو الجمل الجملة المفيدة الجملة التي فيها فائدة هذا نسميه بالكلام مثاله أقول جاء زيد هذه جملة مفيدة ذهب عمر زيد قائم الشمس طالعة الله ربنا إلى آخره هذه الأنثلة فيها فائدة فائدة للمخاطب أما إذا قلت زيد هذا ليس فيه فائدة ليس جملة أصلا ليس جملة فلا يكون ماذا؟ لا يكون كلاما نعم يكون كلمة بما أنه ليس جملة لا يكون كلاما مثال آخر إن جاء زيد إن جاء زيد هذا إن جاء زيد جملة جملة لكنها ناقصة غير مفيدة الآن أنا أقول لك إن جاء زيد تقول لي ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ هذا الكلام ناقص لا يسمى كلاما نحويا بما أنه لا توجد فيه فائدة فماذا؟ فلا يكون كلاما نحويا فإذا قلت إن جاء زيد فأكرمه صار هنا ماذا؟ كلاما نحويا لأنه جملة مفيدة هسا ما المراد من الجملة ما المراد من المفيدة إن شاء الله يتضح لكم في قطر الندى إن شاء الله نعم قال تقسيم الكلمات إلى فعل واسم وحارف الألفاظ المفردة هنا أشاره إلى تعريف الكلمة الكلمة هي لفظ مفرد التي تتألف منها الجمل المفيدة هنا أشار إلى تعريف الكلام الكلام هو الجملة المفيدة الجملة المفيدة من أي شيء تتألف تتألف من كلمات تقول جاء زيد هذه الجملة المفيدة تألفت من كلمة جاء وكلمة زيد هذه الكلمات ثلاثة أنواع لا غير عندنا ثلاثة أنواع للكلمة يعني كل الكلام العربي كل الكلمات العربية لا تخلو من هذه الأنواع الثلاثة وهي الاسم والفعل والحارف جيد فقال تنحصر تنحصر يعني لا يوجد غيرها في ثلاثة أنواع فعل واسم وحارف الآن طبيعي أن تسأل المصنف ما المراد من الاسم وما المراد من الفعل وما المراد من الحرف فجاء لبيان ذلك قال فالفعل ما يدل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه مثل كتب ويكتب واكتب والاسم دققوا على الاشتراك بين الفعل والاسم والاختلاف والاسم ما يدل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزء منه بخلاف الفعل وسأبين إن شاء الله الآن والحرف ما يدل على معنى غير مستقل بالفهم جيد الآن عندنا الفعل والاسم كلاهما يدلان على معنى مستقل بالفهم بخلاف الحرف 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 يدل على معنى لكن هذا المعنى غير مستقل بالفهم كيف يعني أنا أنا عندما أقول لك زيد أقول لك مثلا علي الله هنا أنت فهمت معنى زيد وعلي أيو الله أو لا نعم فهمته مباشرة انتقل ذهنك إلى الباري عز وجل فهل تحتاج في فهم الله لفظ الله هل تحتاج في فهمه إلى لفظ آخر يعني في فهم معناه إلى لفظ آخر أو لا تحتاج نقول لا لا أحتاج بعبارة أخرى الله هذا اللافظ موضوع لمعنى موضوع لمعنى أنت عندما يقال لك الله هل ينتقل ذهنك وتفهم ذلك المعنى مباشرة من دون الحاجة إلى لفظ آخر أو لا نقول نعم لا نحتاج إلى أن نقول الله ربنا حتى ينتقل ذهننا إلى الله لا مباشرة نقول الله فينتقل ذهننا إلى ماذا الباري عز وجل هذا نسميه نسميه هذه الكلمة نقول تدل على معنى ماذا مستقل بالفهم يعني لا تحتاج إلى كلمة أخرى لكي توضح معناها وهذا سيف يتضح أكثر في الحرف الحرف يدل على معنى لكن لا يفهم لوحده إلا من خلال وضعه في جملة مثلا الآن أقول لك ب ب لا أقول لك باء ليس باء باء تفهم معناها باء اسم لا أقول لك ب هاي فقط ب هل تفهم شيئا منها تقول لي لا أفهم لا أفهم ماذا ماذا تريد من ب إذا قلت لك كتبت بالقلم كتبت بالقلم هنا علمت ماذا علمت معنى الباء بعد وضعها في جملة مثال أوضح مثال أوضح أقول لك من من تقول لي ما معنى من لا أفهم معناها لا أفهم معناها عندما أضعها في جملة أقول لك جئت من البصرة جئت من البصرة فهمت المعنى أو لا نعم فهمت المعنى تقول أنا فهمت من كلمة مين الابتداء وهو أنك ابتدأت السير من البصرة فهنا مين لها معنى لكنها لا تفهم إلا بوضعها في جملة يعني تفهم بسبب غيرها أما الاسم والفعل فيفهماني لوحدهما من دون حاجة إلى لفظ آخر جيد الآن عرفنا ما المراد من الحرف المراد من الحرف هو ما يدل على معنى غير مستقل بالفهم بمعنى أنك لا تستطيع أن تفهم تفهم معناه لوحده إذا أطلق بل لابد من وضعه في جملة جيد الفعل والحرف والاسم يشتركان في أمر ويختلفان في أمر يشتركان في أن معناهما يفهم مستقلا لا يحتاجان إلى لفظ آخر كلا الفعل والاسم يفهماني ماذا مباشرة الفرق بينهما ما هو الفرق بينهما أن الفعل يدل على الزمان والاسم لا يدل على الزمان تقول ضربه ضربه هذا فعل دال على الزمان دال على معنى الضرب ودال على زمان الضرب وهو الزمان الماضي تقول اضرب اضرب يدل على معنى الضرب ويدل على الزمان المستقبل فالفعل هو ما دل على معنى مستقل بالفهم والزمان جزء من ذلك المعنى جزء من ذلك المعنى جيد الاسم ايضا يدل على معنى مستقل بالفهم لكن لا يدل على الزمان الزمان ليس جزء من ذلك المعنى كما لو قلت زيد 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 لا يدل على الزمان تقول مثلا قلم قلم لا يدل على الزمان وإنما يدل على هذه الذات الخارجية فقط جيد قال فالفعل ما يدل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه فالفعل لا بد أن يتحقق فيه أمران أولا أن يدل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه هذان أمران لا بد أن يتحقق في الفعل فإذا لم يدل على معنى مستقل بالفهم صار حرفين قال مثل كتب ويكتب واكتب والاسم ما يدل طبعا كتب يدل على الماضي وأكتب يدل على المستقبل ويكتب ممكن أن يدل على المستقبل ويمكن أن يدل على الحال وقد يدل على الماضي أيضا إن شاء الله التفصيلات تتضح لكم لاحقا قال والاسم ما يدل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه فلابد أولا أن يدل على معنى مستقل بالفهم فإنه إذا لم يدل على معنى مستقل بالفهم يكون حرفا وأيضا لا بد أن لا يدل على الزمان لأنه لو دل على الزمان لكان ماذا؟ لكان فعلا قال وليس الزمن جزءا منه مثل محمد وكتاب وقراءه والحرف ما يدل على معنى غير مستقل بالفهم مثل على على لا تدل على معنى مستقل لم لا تدل على معنى مستقل هل كذلك؟ نعم أمثلة أولا للفعل نصر ينصر أنصر نصر فعل لماذا؟ لأنه دال على معنى بنفسه لا يحتاج إلى غيره ليدل على معنى ودل على الزمان وهو الزمان الماضي ينصر أيضا دل على معنى النصر من دون حاجة إلى لفظ آخر ودل ماذا؟ ودل على الزمان إما الحال أو الاستقبال أنصر أيضا دل على معنى النصر بنفسه لم يحتاج إلى غيره ودل على ماذا؟ على الزمان الأمثلة الأخرى ليس فيها يعني شيء جديد أنتم اقرأوها فقط ثانيا لليسم أحمد أحمد يدل على ماذا؟ على معنى بنفسه هذا أحمد الشخص الخارجي ولا يدل على الزمان إبراهيم كذلك زينب فاطمة مكة مكة أيضا يدل على معنى وهو هذه المدينة الشريفة القاهرة الحجاز مصر فرس إلى آخر هذه الأمثلة المصنف لو مثل بأمثلة أخرى لكان أفضل نمثل نحن لها ضارب 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 هذا اسم وإن كان البعض لعله يتوهم أنه فعل ضارب اسم لماذا؟ نطبق عليه القاعدة نقول يدل على معنى في نفسه لا يحتاج إلى غيره ولا يدل على الزمان ضارب متى ضرب؟ لا أدري لعله البارح لعله غدا لعله اليوم مضروب كذلك مضروب يدل على معنى بنفسه وليس ماذا؟ لا يدل على الزمان كذلك مثلا مقتل مقتل يدل على معنى في نفسه ولا يدل على الزمان أيضا هذا اسم مثلا منصور منصور كذلك اسم مسلمون هذه موارد أنا أذكرها لأن بعض الطلبة يتوهم أنها أفعال مسلمون هذا يدل على معنى ولا يدل على الزمان وما إلى ذلك من هذه الأمثلة قال ثالثا للحرف يعني أمثلة للحرف من إلى عن في قاديا لكن ليت إلى آخره فهذه الحروف هذه كلها حروف تدل على ماذا؟ على معاني في غيرها التمرين اللاحق حاولوا أن ليس حاولوا بل يجب أن ماذا أن تحلوه أنا من عادتي أنه أقرأ رواية في بداية كل درس لكن في هذه الدورة يعني ارتأيت أنه لا يعني أقرأ رواية من نهج بلاغة عادة فلعله من الجيد أن نقرأ يوميا بعد الدرس رواية وأنتم يعني أعطيها لكم من باب التمرين التمرين مثلا قوله عليه السلام قوله عليه السلام الوفاء لأهل الغدر غدرٌ عند الله والغدر بأهل الغدر وفاءٌ عند الله الوفاء لأهل الغدر غدرٌ عند الله والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله هذا في نهج البلاغة في قصائر الحكام هذه الرواية اكتبوها وأخرجوا الحروف والأسماء والأفعال منها كيف تخرجونها؟ طبقوا طبقوا ماذا؟ ما أخذناه أأتي أقول الوفاء لأهل الغدر ال هذه ألف ولام هذه تدل على معنى في نفسها أقول لا إذن هي حرف وفاء تدل على معنى في نفسها أو لا؟ نعم تدل على معنى في نفسها إذن هي ليست بحرف فإما أن تكون فعلا أو تكون اسما هل تدل على الزمان؟ لا تدل على الزمان وفاء وفاء لا يدل على الزمان فنقول بما أنها تدل على معنى في نفسها ولا تدل على الزمان إذن هي ماذا؟ اسم ليست بفعل وهكذا ماذا في باقي الكلمات الأخرى وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين